زيه السيدة علمتنا قيام الليل وعلمتنا التهجد وعلمتنا ازاي نقدر يعني كل عمل بنقوم بيه ونسمن كل عمل بنقوم بيه يا إما بالسلب أو الإجابة كل حاجة هتتحسبوا عليه يعني أنا منساش لها كلمة تقول الدنيا يا ولاد عاملة زي السوبر ماركت خشوا شتروا كلوا خدوا كل اللي انتوا عايزينه بس وانتوا خارجين هتتحسبوا على كل حاجة حلوة قوي التشبيه ده قوي عشان كنا كنا وإحنا دخلين للسوبر ماركت نتقع فاهمين وحنعمل إيه أيوة وفاهمين آه ما هي كده وكل واحد علم حاجة يعني أبويا كان يقول خلوا بالكوا اوعوا تخلوا القرش في عناكو خلي الفلوس تحت رجليكو تعليكو اوعوا تحطوها فوق راسكو توطيكو الله لا كان فيه معلومات جميلة كانوا حارسين أنهم يخلونا نعيش بمستوى حلوة قوي راقي مستوى تاني صحيحنا يعني عايشين في يعني ورانا نادي الجزيرة وعضاء في نادي الجزيرة لكن أنا شخصيا ما دخلتوش السوبيان الأولاد كانوا بيروحوا لكن إحنا كان ممنوع لك تدخل النادي يتعلل بشيء يا الله رب لا 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 يا أولاد تروحوا فين إحنا قاعدين هنا تعالوا بقى نروح على الجامع ياخدنا على الجامع نبات خميس وجمعة نعم ونحضر الصلاة وبعد الصلاة أعلمني أدي درس للسيدات اللي هما الغلبة أو البوسطاء اللي موجودين هناك الحمد لله الحمد لله نيجي بقى لنفس الوقت اتعلمتي الرحمة نعم نيجي لشريك الحياة بقى وفترة الخطوبة والجواز و لقيت بقى حالتك قلت ما صدقت أنا بقولك أبويا برضو هو اللي اختاره بس ما صدقتي بعد الجواز لقيت الحب والرومانسية يعني أكتر من لقيت إنسان محترم راقي قوي في تصرفاته بقولك إيه هو اللي ربنا ربنا اللي عمل كده مش أنا لقيت هو ربنا الدهون يدية أنا كنت هدية ليه وهو نفس الحكاية وكان يعني كان عرينا دايق في كتاب كلمة جميلة قوي الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ما يخلق النفس فبيقسمها اتنين زكر وأنسة فيقول لها إيه لما يلتقي ودي ناديرا ما بتحصل اتنين يلتقوا يعني نفسه واحدة تلتقب سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل كده وبينكم عدة ورحمة يعني مش دايما بيلتقي الشريكين نعم فلما يلتقوا يقول لها إيه شاهدت فيك جوهر نفسي الجزء المقسوم أيوة فربنا سبحانه وتعالى جزاء الطاعة وجزاء البر أيه ربنا رزقني بيه والحمد لله ودي كانت نعمة كبيرة وكرم وفضل من الله سبحانه وتعالى بص يا إيمان كان ياسين في مكان وأنا في مكان الناس تقول لتنين دون لازم يكونوا أزواج سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله كانت علاقة صداقة بينكم في الحياة الزوجية كانت علاقة عاملة زي إيه أهم القواعد اللي حضرتك حرستي أنها تكون موجودة بينكم ومع بعض عشان إحنا نتعلم كأزواج يا مو معلمينا أهم حاجة أهم حاجة عجبتني فيه أدبه أخلاقه صوته الواطي صوته مش عالي أنا محبش الرجل صوته عالي وزعق فكان صوته واطي وأنا كان الوالد دايماً كل حاجة بشدة فكان يا سلام صوته واطي لكن في نفس الوقت حازم وبعدين عارف إزاي يتعامل معاك يعني إحنا ممنوع 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 لا خلاص عايزة تعملي إيه أنا عايزة مثلا ألبس فستان قصير شوية طيب خلاص ومال أعمل الفستان وأروح واخدى الجاكت أنا مش متعودة أروح حتى في عز الحر شال ولا اسمه إيدا شاكت تنصو بزيء بموزة كده تخطي علي فيقول لي طب ليه لزومه إيه بقى يعني لزومه إيه أنت اللي بتحب الزوء الحلو تلبسي حكتين عارفة بيوصلك المعلومة بالراحة رجعت زي ما أبوي عايز بس بطريقة تانية نعم سبحان الله نعم معرف يوصلا كنت صحابي يا ماما كان في علاقة صداقة ما بينكو حضرتك وزوجك شفتي كلمة المودة والرحمة نعم شفتي المدد الرباني اللي اسمه المودة والرحمة نعم المودة دي إيه حب وصداقة وامتزاج لدي يجبكي موجودة بالرحمة معدي